السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم خالد بوزان في فيديو جديد مفاجأة كبيرة جدا وزيرة الدفاع الألمانية تفوز بمنصب رئيسة المفوضية الأوروبية في بروكسل لعبة سياسية كبيرة جدا حصلت في آخر يومين المفروض كان المرشح لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية هو من حزب الـ CSU فيبا كان شخص مدعوم من قبل حتى الألمان وحزب الـ CDU ولكن الشيء المفاجئ أنه في آخر يومين قلبت الطاولة تماما وزيرة الدفاع الألمانية أوزولا فوندالاين تم اقتراحها ويبدو دعمها بشكل كبير جدا من المستشارة الألمانية أنجيلا ماكل نفسها وتم انتخابها من قبل الـ 27 يعني رؤساء حكومات الـ 27 دولة في الاتحاد الأوروبي لتشغل منصب رئيسة المفوضية الأوروبية سابقا كان عبيتم الحديث أنه كانت ممكن تكون هي خليفة المستشارة الألمانية أنجيلا ماكل ممكن أنه تحطها مكانها يعني أو تساعدها بالوصول لمنصب المستشارة بعد أنجيلا ماكل ولكن الأمور تغيرت الآن الآن تم ترفيعة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية الشيء المفاجئ أنه اسم أوزولا فوندالاين يعني ما كان عبيتم تدوله على الساحة السياسية نهائيا علما أنه هي تعتبر يعني وزيرة ميم حبوبة كتير لا في الحكومة الألمانية ولا حتى من قبل الشعب الألماني كون وزارة الدفاع الألمانية يعني خلال فترة كون وزيرة الدفاع تعرضت لعدة فضائح يعتبروها مسؤولة عن هذا الشيء وتعرضت أيضا لانتقادات يعني حتى من صفوف الأحزاب يعني القريبة من حزب السياس ومثلا عن زيهوف انتقد أكثر من مرة يعني واعتبر أنه هي أضعف وزيرة في الحكومة الحالية وبشكل مفاجئ جدا الآن يبدو أنه أنجيلا ماكل يعني هي اللي طبخت الطبخة ورشحتها لأنه تصير رئيسة المفوضية الاتحاد الأوروبي طبعا هي بهيك كان دفعت الشبهة عن نفسها أنه كثير من الناس كانت عبتتوقع أنه أنجيلا ماكل يعني أو عبي طالبوه أنه ترشح نفسها لها المنصب بعدما تترك منصب المستشارة الألمانية أنه تقود أوروبا ولكن يبدو أنه ماكل يعني عبتريت تقطع كل الاحتمالات وقامت بنفسها يعني بإيصال أوزولا فوندالاين بشكل أو بآخر لتصبح رئيسة المفوضية الأوروبية حزب الاس بي دي غاضب غضب شديد من هالحركة اعتبر أنه هي طبخة سياسية أو خلان قول الغدر السياسي بشكل أو بآخر والسبب هو أنه ما تم مناقشت هذا الموضوع مع يعني الشريك الحاكم يعني في ألمانيا اللي هو حزب الاس بي دي بحيث أنه على مستوى ألمانية تم ترشيحها يعني ترشيح شخصية من ألمانيا مثلا حتى لو كانت أوزولا فوندالاين بالاتفاق يعني لتشغل منصب رئيسة الاتحاد الأوروبي أو المفوضية الأوروبية ولكن حزب الاس بي دي يبدو أنه تم استبعاده بشكل كامل لأنه اسمها ما كان مطروح يعني الموضوع تم بشكل سري على ما يبدو ووجه غضبه الشديد اليوم زيكبا جابرييل رئيس حزب الاس بي دي السابق وكان وزير خارجية ألمانيا وبشكل أو بآخر هو صديق يعني كمان مقرب للمستشار الألماني أنجيلا ماكل وجه غضبه الشديد لميكل وحزب الاس بي دي او اعتبر أنه هي لعب بالسياسة وأنه تم طبخ الموضوع يعني من وراء الأضواء ووراء الكواليس لإصالة إلى رئيسة أنه تصبح رئيسة المفوضية الأوروبية من وجهة نظري أن المستشار الألماني أنجيلا ماكل هي قامت بحركة قوية جدا يعني ضربت عدة عصافير بحجر واحد أول شيء أظهرت أنه هي لتزال شخصية قوية فاعلة في ألمانيا وفي أوروبا وتانيا قامت بإيصال يعني شخص من صفوف حزب الاس بي دي او لا يستلم منصب رئيس المفوضية الأوروبية وتالتا كمان أنه قدرت بهالحركة كمان تبعد الشبهات عن نفسها أنه ممكن هي تترشح لأنه تصبح رئيسة المفوضية الاتحاد الأوروبي وأكدت بهالحركة كمان أنه هي مستمرة في مركزها كمستشارة لألمانيا إذا المستشارة الألمانية أظهرت قوة سياسية شديدة جدا هات كان كل شي هذا الفيديو في الحقيقة هذا الخبر شغل الصحافة الألمانية يعني منذ البارحة بشكل شديد رح أنشركم رابط أو عدة روابط ممكن تقروا هاي المقالات باللغة الألمانية وتستفيدوا وتتعمقوا أكتر يعني بالأخبار الموجودة فيها تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا